لم يعتقد هؤلاء الشباب الذين خرجوا للاحتفال بفوز حسن روحاني بوصفه معتدلاً عام 2013 أن مصيرهم سيكون الاعتقال على أيدي النظام الذي يرؤسه من خرجوا للهتاف باسمه ثماني سنوات مرت على رئاسة روحاني خلفت العديد من التحديات أمام الرئيس الجديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يجلس على كرسي الرئاسة وأمامه تحديات ومصاعب كثيرة أربعة أعوام تبدأ بالعديد من التحديات الاقتصادية المتزامنة مع عقوبات أمريكية ومع تسلم رئيسي تطوى صفحة روحاني التي تألفت من ولايتين متتاليتين وكان من أبرز محطاتها إبرامو اتفاق فيين عام 2015 بشأن البرنامج النووي الذي سرعان ما تحول من فرصة إلى عقبة وتنامي الشكوك بدلا من الجسور الثقة في الغرب لن تنجح لن يساعدون لقد تصرف الأمريكيون بشكل غير عادل وشرير ليس لديهم أي خوف على الإطلاق من عدم الوفاء بوعودهم لا شيء تظاهرات الأحواز وانتقالها إلى محافظات إيرانية عدة ووصولها إلى طهران تشكل تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تنتظر رئيسي في ظل تصاعد المطالب وانتقالها إلى حد المطالبة بإعدام المرشد الإيراني وكف النظام عن دعم عدد من الميليشيات الخارجية بينما يعاني الشباب الإيراني البطالة والتهميش مستقبل السياسة الخارجية لطهران تحدي آخر يضاف إلى قائمة التحديات خاصة أمام رئيس يحمل في عباءته اتهامات بإعدام آلاف المعتقلين فيما يعرف بمجزرة عام 1988 برنامج سياساتنا الخارجية سيكون التعاون مع جميع البلدان خاصة جيراننا سنتعاون مع كل أولئك الذين لا ينهون أن يكونوا أعداء لنا فيما تستمر إيران في رعاية وتسليح الميليشيات التي تستهدف أمن المنطقة العربية وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي لكن مراقبين يرون أن سياسة التوسع الخارجي والملف النووي لا يندرجان ضمن سلطة الرئيس بل تحت عباءة المرشد بغض النظر عمن يجلس على كرسي الرئاسة أسامة سرايا العربية